عقد وزير العدل المستشار عمر مروان مؤتمر صحفيا بشان إجراء التصويت الإلكتروني لأول مرة في انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة الرياضية وأكد وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي أن هذه القطوة تأتي تماشيا مع رؤية الدولة المصرية باستخدام التحول والرقمنة والميكنة داخل أجهزة الدولة إن شاء الله أي انتخابات أندية تتبع وزارة العدل حنحاول أنها تكون من خلال التقنية لأن دي حتدخلنا في تجربة جيدة جدا أن إحنا نشوف السلبيات والإيجابيات ونقدر نطور عليها ونعمل مشروع يخلي من استخدام التقنية في الانتخابات ده شيء أساسي وأصيل التصويت الإلكتروني حاجة جديدة بالنسبة على المصريين إن هو يصوت وبعد بالضبط معاد انتهاء المعاد المقرر لإعلان النتيجة النتيجة بتعلم فورا خلال ربع ساعة ونتيجة دقيقة جدا ما فيش فيها أي شبهة فإحنا فضلنا بالتنصيق مع وزارة الشباب والرياضة فضلنا أن احنا نلجأ إلى هذا ونجازف بهذا الاختراح وإحنا إن شاء الله واسقين من نجاحه لأنه ده سياسة الدولة